مراجع النجف منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا إلى مرجعية السيستاني لا يفقهون دين العترة ولا يفقهون حديث العترة كتبهم دالة على ذلك سأضرب لكم أمثلة سآتيكم بمثال من العلماء الماضين إنني اخترت متعمدا الشيخ البهائي إنه محمد بهاء الدين العاملي الذي تعرفه الشيعة بالشيخ البهائي المتوفى سنت ألف وثلاثين للهجرة الشيخ البهائي عالم شيعي موسوعي كتبه تكشف عن ذلك أبوه كان من مراجع المدرسة الأخبارية أبوه شيخ حسين ابن عبدالصمد العاملي والد الشيخ البهائي كان من مراجع المدرسة الأخبارية والشيخ البهائي ما هو ببعيد عن المدرسة الأخبارية لا نستطيع أن نصفه بأنه أصولي إنه يجمع ما بين الأخبارية والأصولية الشيخ البهائي أخباري من جهة أصولي من جهة ثانية وصوفي عرفاني من جهة ثالثة مثلما هو معروف عنه كان مطلعا على العلوم الغريبة وعلى العلوم الدنيوية في زمانه يقولون عنه بأنه عالم جامع عالم موسوعي هذا هو الذي اخترته واخترته بعناية فائقة لأن شيعة يصفونه بالتقديس خصوصا في الأجواء العرفانية فإنهم يعدونه أنموذجا عرفانيا متكاملا وقد ساح سياحة صوفية على طريقة أبناء العامة على طريقة نواصب سقيفة بني ساعدة ساح سياحة صوفية في مقطع من حياته حكاية البهاء وهو من أسرة شيعية جذورها ضاربة في أعماق التأريخ الشيعي من جبل عامل لكن أصله يعود إلى العراق وإلى الكوفة فهذه الأسرة أسرة الشيخ البهاء كما هو معروف يمتد نسبها إلى الحارث الهمداني هذا الذي يخاطبه أمير المؤمنين يا حار همدان من يمت يرني الأبيات المشهورة والمعروفة وهي أبيات الحميري ما هي لأمير المؤمنين لكن الحميري ينظم الواقعة وينظم المحاورة التي جرت بين أمير المؤمنين والحارث الهمداني فأسرة البهاء تمتد جذورها إلى الحارث الهمداني والذي قد يعرف أيضا بالأعور الهمداني فقد عينه في صفين فكان هذا وساما له يعرف في الأوساط الشيعية في زمانه في زمان أمير المؤمنين بالأعور الهمداني على أي حال هذا هو البهاء الذي اخترته أنموذجا واخترت هذه الرسالة من رسائله إنها أجوبة على أسئلة عالم شيعي كان معاصرا للبهاء فهو لا يجيب شخصا من عوام الشيعة هذا هو الجزء الثاني عشر من مجموعة مؤلفات البهاء التي طبعت تحت هذا العنوان موسوعة الشيخ بهاء الدين العامل هذا هو الجزء الثاني عشر وهو الجزء الثاني من مجموعة الرسائل هذه الرسالة هي أجوبة البهاء على أسئلة ابن شتقم وابن شتقم من علماء الشيعة المعاصرين للبهاء هو السيد علي ابن شتقم الحسيني المدني كان عالما شيعيا معروفا معاصرا للبهاء وجه له مجموعة من الأسئلة في صفحة الحادية والعشرين من المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل وهذه الطبعة هي طبعة مركز إحياء التراث الإسلامي إنها الطبعة الأولى الفين وواحد وعشرين ميلادي في صفحة الحادية والعشرين هذا سؤال من العالم الشيعي المعاصري للبهاء ابن شتقم كلام الله القرآن أفضل من النبي صلى الله عليه وآله أفضل من النبي وآله أم لا هذا سؤال ابن شتقم كلام الله القرآن أفضل من النبي وآله أم لا فماذا يجيب البهاء ومن خلال جوابه تعرفون مدى معرفة البهاء بدين العترة الطاهرة هذا الذي ذهب يمينا وذهب شمالا فكان أخباريا وكان أصوليا وكان صوفيا وكان فيلسوفا وكان رياضيا وكان مهندسا وكان 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 هذا جواب البهاء نقل عن بعض أهل الخلاف أن كلام الله القرآن بل حرفا منه أفضل من النبي وآله ولم يذكر دليلا ولم نعرف الصواب فيه بدأ البهاء بكلام المخالفين ما علاقة كلام المخالفين بسؤال من عالم شيعي عن مسألة عن مسألة عقائدية شيعية لكن ثقافة المخالفين هي التي تهيمن على رؤوسي وعقولي علماء الشيعة منذ زمان الطوسي هؤلاء بتريون البهاء ما عاش في النجف جاء إلى زيارة النجف البهاء لبناني من جبل عامل وانتقل إلى إيران من علماء العصر الصفوي سافر كثيرا في البلدان وسافر إلى العراق وقضى ردحا من الزمن في النجف لكنه لم يكن قد أقام طويلا في النجف تحدث عن المخالفين وبعض مشايخنا العجم لماذا يستعمل هذا الوصف كان هناك من المشاكل في الزمان الصفوي ما بين العلماء العرب والعلماء العجم في إيران ومثل هذا يشير إلى تلك القضية كما يقول أمير المؤمنين ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان وبعض مشايخنا العجم توقف في الآل أي أنه اعتبر النبي أفضل من القرآن لكنه لم يسري هذا الحكم على العترة الطاهرة الهراء البتري بتريون هؤلاء البهائي بتري أيضا بتريون هؤلاء هذا هو المنطق البتري وبعض مشايخنا العجم توقف في الآل ورجح أفضلية النبي خاصة مستدلا بحديث لو لاك لما خلقت الأفلاك البهائي يشكل على هذا الحديث ويشكل يشكل على هذا الحديث بعدم تسمية القرآن فلك الحديث يتحدث عن الأفلاك ويشكل هذا وجه الإشكال من قبل البهائي ويشكل بعدم تسمية القرآن فلك القرآن لا يقال له فلك والحديث يقول هكذا لو لاك لأنك أنت الأفضل لما خلقت الأفلاك فأنت أفضل من الأفلاك القرآن ليس داخلا في الأفلاك وهل الحديث متواتر هذه هي الخزعبلات البتري وهل الحديث متواتر هذا هو منطق النواصب ولا أريد ولا أريد أن أتحدث عن أخبار الأحادي وعن الأخبار المتواترة والتي يرفضها القرآن لأن القرآن في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات جعل العلم في خبر الفاسق بعد أن نتبينه والآية واضحة وتحدثت عنها في الحلقات الماضية ولا أريد أن أفتح الموضوع لضيق الوقت فلا يوجد ما يقال له أحد ولا يوجد ما يقال له متواتر هذا هراء نواصب سقيفة بني ساعد وهل الحديث متواتر وهل يدل على أفضليتهم على القرآن حديث صفين حديث صفين ما قاله أمير المؤمنين في صفين حينما رفعوا المصاحف حينما رفع معاوية وعمر بن العاص ومن معهم إنهم أعداء علي في صفين لعنة الله عليهم الذين رفعوا المصاحف وهل يدل على أفضليتهم على القرآن حديث صفين هذا كتاب الله الصامت وأنا أمير المؤمنين يقول وأنا كتاب الله الناطق وما وجه الدلالة إذ ليس كل ناطق أفضل من القرآن وإلا لكان كل إنسان كذلك إلا أن يقال الناطق من حيث كونه ناطقا أفضل من الصامت من حيث كونه صامتا فأمير المؤمنين عليه السلام مساوي للقرآن من حيث هو أيضا كتاب الله كتاب تكويني وأفضل منه من حيث اختصاصه عنه بالنطق وليس وليس كذلك من ليس كتاب الله من الناطق ويثبت حينئذ أفضلية النبي أيضا لأنه أفضل من علي عليهم الصلاة والسلام ويبقى السؤال عن باقي الأئمة عليهم السلام لكن ما تقولون في هذا الخبر هل هو متواتر يقوم بحجية ذلك أم واحد صحيح أم ضعيف بحسب موازين البتريين هذا الخبر ضعيف وكيف كان يشكل ذلك بقوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترة أهل بيتي الحديث فإنه متواتر المعنى والله أعلم وليس متأكدا من ذلك وظاهره أفضلية القرآن وأيضاً وأيضاً النبي وأهل بيته مقتدون بالقرآن ومذهب أهل الحق وجوب أفضلية الإمام المتبوع على المأموم التابع إذن القرآن أفضل منهم فبأي الدليلين يعمل وعلى أيهما يعول مبيناً من سبق إلى القول به من الأصحاب والمخالفين هذا هو كلام الشيخ البهائي الذي أجاب به على سؤال ابن شتقم للكلام صلة لكن أهم ما جاء به هو هذا الذي قرأته عليكم فالقرآن أفضل من النبي والعترة الطاهرة بحكم حديث الثقلين وهذا حديث مزوهر حديث مزوهر تلاحظون أن البهائي ذحب وراء الفكر البتري هذا حديث ضعيف وذلك صحيح وهذا من خبر الآحاد وهذا من الخبر المتواتر ثم فهم النصوص وفقاً للظهور العرفي وهذا هو دين البتريين وهذا هو منهج البتريين ولذا وصل إلى نتيجة الضلال هذا أتمنى عليكم أن تقارنوا بين هذا المنطق وبينما حدثتكم عنه في برنامج الخاتمة من الحلقة 455 إلى الحلقة 460 من حلقات برنامج الخاتمة في مجموعة حلقات صولة القمار حيث بينت أن حديث الثقلين تعرض للتحريف اللفظي والمعنوي عند علماء سقيفة بني ساعدة وعند علماء سقيفة بني طوسي وكشفت عن الحقيقة الكاملة وبينت من أنه لا وجه للمقايسة بين القرآن وبين محمد وأهل محمد القرآن شأن من شؤونهم وهذا الحديث حديث محرف وصدقوني كل عقائد البهاء التي ذكرت في كتبه بهذا المستوى هذا والبهاء هو العالم الموسوعي الجامع يعودون إلى قذارات النواصب إلى ما يسمى بعلم الحديث وعلم الدراية ويتركون القرآن الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير أن نأخذ تفسيره من علي وآل علي القرآن الذي هو قاعدة المعلومات للبهاء تفسير وأيه تفسير لو أنه ما كتب ذلك التفسير لكان خيرا له تفسير بتري بامتياز في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هذا القرآن ليس قادرا على أن يكشف عن الهدى بنوريته الذاتية لو كان قادرا أن يكشف عن الهدى بنوريته الذاتية لما تحدث القرآن عن نفسه فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لو كان القرآن بذاتيته يكشف عن الهدى لما استطاع هؤلاء أن يفعلوا ما يفعلوا بأضاليله الذي يظهر نورية القرآن هم الراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فأي منطق هذا الذي يتحدث به البهاء ماذا نقرأ في سورة النور في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة الله نور السماوات والأرض وهذه الآية بحسب تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم في محمد وآل محمد الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لاحظوا الفارقة بين محمد وآل محمد في هذه الآية وبين المصحف وبين الكتاب الصامت منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في هذا الكتاب ما هو محكم وما هو متشابه المحكم ساطع المتشابه ما هو بساطع ولذا يستطيع الضالون وأصحاب الزيغ أن ينتفع من عدم ساطعية ما تشابه من آيات الكتاب الكريم لكن هل هناك من أحد يستطيع أن يضلل محمدا وآل محمد أو أن يستغل محمدا وأهل محمد لتضليل الآخرين نور على نور هؤلاء هم وبهذا النور هم هم الذين يكشفون عن نورية القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هل هناك من وجه للمقارنة بين كتاب فيه المحكم والمتشابه وبإمكان أهل الضلال أن يوظفوه لضلالهم بينما محمد وآل محمد هم مركز النور ومنبع النور وهم الذين يجعلون نور القرآن ساطعا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم محمد وآل محمد يكاد زيتهم يضيء من دون نار يكاد فعل المقاربة وهذا تعبير كنائي يشير إلى الحقيقة التي تحدثت عنها الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران من أن القرآن لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيّة مقايسة هذه التي قام بها الشيخ البهائي مقايسة فاشلة وعاطلة وبيان سخيف وعربية ضعيفة مع أن البهائي من الشعراء والأدباء لكن الأديبة أيضا حينما يكون متواصلا دائما مع كتب تفتقد إلى البلاغة والأدب إنها كتب مراجع الشيعة منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا يصبح أسلوبه هكذا يصبح أسلوبا ركيكا هذا هو المنهج البتري مثال واضح ضربته لكم إنه عالم جامع موسوعي إنه البهائي هذا منطقه وهذه عقيدته السخيفة أتمنى عليكم أن تعود إلى الحلقات التي أشرت إليها كي تقارنوا بين منطق دين العترة الطاهرة الذي يبث من خلال هذه الشاشة وبين المنطق البتري في الحوزة الطوسية البترية عبر مراجعها العظام من الأموات والأحياء وهذا مرجع من مراجع الحوزة الطوسية البترية يضحكون عليكم العرفانيون حينما يقولون لكم إذا ذهبتم إلى زيارة الرضا فزوروا البهاء أولا البهاء لا يساوي فلسا ممسوحا لماذا تزورون البهاء قبل زيارة الإمام الرضا لأنه باب الرضا إذا أردتم زيارة الرضا صلوات الله وسلامه عليه فإن الرضا فإن الرضا شمس الشموس لا تحتاج زيارته إلى زيارة البهاء قبل أن يزار الرضا تريدون أن تقرأ الفاتحة للبهاء تريدون أن تدعو للبهاء فهو شيعي هذا أمر جيد لكن لا أن تكون زيارة البهاء جزءا من طقوس زيارة إمامنا الرضا الإمام المعصوم إمام الوجود من هو هذا البهاء ومن أبوه ومن جده الحارث الهمداني من هو معؤلاء شيعة شيعة عاديون لا قيمة لهم حينما يكون الحديث عن محمد وآل محمد حينما يكون الحديث عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل